سلام عليكم صلى على رسول الله علي أفضل الصلاة والسلام استغفروا الله كده في تعليقات وصلي على الحبيب البكي طيب هنودع فشل الكيكة هنعمل ألز وأنجح كيكة يومية كل اللي بيدقها عندي بيطلب الوصفة وإن شاء الله حتى لو كنت مفتدئة ودايما الكيك بيفشل معاك بعد هذه الوصفة أضمن لكم بإذن الله تعالى إن الكيكة هيطلع معاكم تحفل لونه أبيض سفنجي هش خفيف حتى كمان الناس لما بتعرفش تعمل سبونش كيك ينفع تستخدم الكيكة دي لو هتعمل كيكة عيد ميلاد أو جاتو أو كده سهلة وسريعة واقتصادية وهنعمل صنية كبيرة مقاس 30 سنطي تقضي العيلة والجران يلا دعمونا باللايك والشير والاشتراك خلونا نسمي باسم الله ونبدأ الفيديو سمينا باسم الله أصحابي طبعا اللي يحب يعمل صنية صغيرة يقسم المقادير على النصف إن شاء الله هكتب لكم بالكوب وبالجرام في صندوق الوصف أنا هبدأ بأربع حبات بيت وطبعا كل مكونات الكيكة لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة ما ينفعش طلع الحاجات بردة من التلاجة واشتغل فيها وأضفت كوب ونص من السكر وهضرب البيض مع السكر حتى يبقى كريمة كده ويفتح كده ويتضعف الحجم ينفع نشتغل الخطوة دي بالمضرب الكهربائي ينفع بالخلاط ينفع بالمضرب اليدوي بس محتاجة مجهود شوية بعدما البيض والسكر دابوا تماما هنزل بكوب إلا ربع من الزيت واختاروا نوعية زيت لونها فاتح ما عندهش ريحة نفازة عشان هتأثر على طعم الكيك بعدين هضيف معلقة صغيرة من الخل ده خل أحمر أو خل أبيض اللي ما عندهش يقدر يضيف معلقة عصير لمون ما فيش أي مشكلة هنا بقى هدي النار تماما وأضيف كوب من الزبادي اللي هو اللبن الزبادي وطبعا الزبادي برضو يبقى بدرجة حرارة الغرفة أو يعني تدفي شوية في المايكرويف كده 30-40 سنية هنا صحابي غلفنا مع بعض الصينية دهنتها بالإسبري أو تدهنيها بسمنة أو زيت هنا بقى خلاص بعد ما خلطنا الزبادي والزبادي دازم يبقى دافي ما يكونش بارد من التلاجة لو بارد الكيكة هتهبط منك مش هترتفع باخد الطحين اللي هو 2 كوب ونص من الطحين وشلت من كل كوب معلقة كبيرة من النشا من الطحين واضفت بدلها معلقة نشا وتقدر تستغنى على النشا لكن النشا بيدي هشاشة وخفة للكيك بنبدأ نضيف الطحين على 3 دفعات عشان ما يعملش معاك تكتلات أو تخرزات ويفضل الطحين يعني تنخليه أكتر من مرة عشان ندخل فيه نسبة هواء كل ما بندخل نسبة هواء كل ما بيخليلك الكيكة هشة وخفيفة من أسفل الأعلى طبعا المراحل دي أنا ببقى مصرعها انتو بتبقوا بهدوء يعني من أسفل الأعلى بحيث أن الخليط ما يهبطش معاك ويحافظ على الكثافة بتاعة الكيك والفومي اللي عملناه مع البيت هستمر كده أتأكد يعني ما أضيفش أي دفعات طحين إلا ما أتأكد أن الدفعة الأولانية كلها ما شاء الله اندمجت مع الخليط دول آخر شوية طحين هبدأ أنخلهم أنا طبعا كنت نخلط طحين مرتين قبل كده ودي المرة الثالثة اللي بضيفها مع الخليط معاك هضيف نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصودة وبيكربونات الصودة هنا بتخليلك الكيكة هشة وخفيفة البيكين باودر هو بيرفع لي الكيكة ويخليها سفنجية بيكربونات الصودة بنحط نسبة صغيرة فيها بتخليلك الكيكة هشة ونعمة وخفيفة ليه حب يستغنى عنها ما فيش أي مشكلة ومعلقة كبيرة من البيكين باودر طبعا إن شاء الله هضيف لكم كل المأدير بالجرام وبالكوب فيه صندوق الوصف بإذن الله بس أهم حاجة ما تنسوش بدعم الفيديو باللايكات والشير والتعليق أكتر من مرة عشان ده بيرفع الفيديو هنا بقى أضفت الفانيلا آخر حاجة أو تضفوها في البداية ما فيش أي مشكلة الخليط هنا بيبقى قوامه كريمي زي ما انتم شايفين لا بيبقى خفيف ولا سميك أوي بيكون قوامه متوسط ضفت الخليط على الصينية وبجيب أي عود خشبي كده أو سبترة صغيرة واعمل يعني شكل كده تمويجة عشان لو فيه فقعات هوى نتخلص منها عشان ما تعمل ليش تجوفات داخل الكيكة هنا طبعا الفرن لازم يبقى ساخن قبلها أقل حاجة عشر دقائق ربع ساعة على درجة حرارة 180 بحط في الرف أول رف فوق يعني فوق الأرضية مباشرة بشغل أسفل ومروحة فقط وهي بتاخد لون وشايفين ما شاء الله تبارك الرحمن أخدت معي 35 دقائق لأن الصور الصينية مش عالي فاسفنجية هشة وخفيفة ومحتاجتش أشغل الشواية أخدت لون بسبب المروحة وتوزيع الهواء لو أنت ما حستيها ما أخدتش معاك لون ممكن تشغللها الشواية أخر 3-4 دقائق طبعا أنتوا بقى معاكم الوقت في البيت خلوها تبرد تماما حتى تبرد عشان طبعا الكيك ما ينفعش نقطعه وهو ساخن لكن أنا للأسف ببقى مستعجلة عشان نخلص الفيديو يعني أختم الفيديو فأنتوا معاكم الوقت المفروض الكيك أقل حاجة نص ساعة تسيبيها تبرد عشان تقدري تقطعيها وما تبقاش لأنه طبعا هو عبارة عن يعني تلاقوها معجنة لو هي ساخنة بتبقى معجنة لسه ما تحوتش وبخار المية مخرجش منها طبعا قطعوها بقى بالشكل اللي انتوا تريدوه مكعبات مربعات برحتكم حسب الطريقة اللي بتحبوا تقطعوا بيها الكيك شايفين ما شاء الله الصينية كبيرة دي صينية البسبوسة اللي هي مقاس 30 طبعا لو انتوا حابين تعملوا نص المقدار هتشتغلوا على اتنين بيضة وتحطوها في مقاس 22 أو 24 كمان تنفع شايفين طبعا لسه بخار المية خارج منها يعني أصلا أنا مش قادرة تحمل السخونة بتاعتها شايفين الهشاشة من داخل وده بسبب بيكربونات الصودة واللون الفاتح بسبب كمان الخل وكل الملاحظات اللي قلناها ان الزيت يبقى فاتح ما بيبقاش عنده ريحة نمشي بتدريج المكونات زي ما قلنا نقلب الخليط من أسفل لأعلى بهدوء عشان ما نخرجش الهواء كيكهاش خفيف ناعم ما شاء الله تبارك الرحمن وطبعا شايفين هي لسه يعني بنار الفرن زي ما بنقول يعني يعني كل ما هتبرد هتلاقوا بقى المسامات فتحت وبقت يعني تخفة فاخر من الآخر ما شاء الله معا كوباية شاهي بقى وكوباية حليب كل واحد حسب المشروب اللي بيفضله ما شاء الله تبارك الرحمن طلعت لكم أكتر من خطعة عشان تشوفوا عنديش حاجة ما فيش حاجة مع الجنة ما فيش حاجة حاجة وهي لسه سخنة يعني لما تبرد كمان هيبقى جمال الكيكة وحلوتها لما تبرد كمان شايفين المسامات ديقة نعمة ما فيش تجوفات واخدى ما شاء الله تبارك الرحمن لون دهبي من أسفل وأعلى مع بعض يعني ما شاء الله إن شاء الله هتعملوها تطبستوا عليها مقادير مظبوطة اتبعوا كل المقادير وطريقة التحضير وهتطلع معاكو أحلى كيكة إن شاء الله ياريت بقى أصحابي ما تبخلوش علينا باللايكات والشير والتعليق أكتر من مرة عشان ده بيرفع الفيديو بإذن الله تعالى وهدي الكيكة أهو شاهدكم في الجنة شايفين المسامات قد إيه ديقة ومشاء الله تبارك الرحمن رهيبة أهو شايفين اسفنجية هشة طبعا بعد ما تقطعيها وتبرد تماما قطعيها وطبعا تحفظيها في علبة مغلقة الإحكام السلام عليكم